السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد و أخيرا نزل iOS 14.7 للكل و راح نتكلم لكم الآن عن الميزات و الشي الأشياء الجديدة في iOS 14.7 وتحسينات برضو كبداية إذا عندك ليفرنات الجديدة في iOS 14.7 راح يدعم المكسيف باتري باك إذا كنت راح تشتريها شي الثاني برضو إذا كنت في أمريكا و عندك أبل كارد فاملي في الوالت هنا تقدر تسوي شير حق البطاقة حقتك مع شخص من العائلة و يقدر يسوي بلت لحق الكريلت حقه و هو من نفسها فتحس إن كريلت حق الشخص الثاني من أبل كارد فاملي أشخاص اللي في أمريكا عندهم دوش شيء و برضو في الهوم لو نفتح برنامج الهوم المنزل الآن إذا كان عندنا هومبود فنقدر الآن نحط منبه في الهومبود نفسها مثل ما نشوف نقدر نحط مؤقت من هنا الهومبود ما يحتاج تكون حق سير تقدر تسوي إيه دوي من هنا و برضو برنامج الوذر لو نفتح برنامج الوذر الآن الإير كواليتي مش موجود في جميع الدول مثل ما نشوف هنا جودة الهواء مش موجود في جميع الدول لكن الآن على يوس 14.7 ندعم كلا دولة أكثر ندعم في كندا و فرنسا و إيطاليا و نيرث لانز برضو و ساوث كوريا و سبانيا ندعم فيها الإير كواليتي هذا حلو جاتني مكلام و نكمل الفيديو و برضو لو نروح حق البودكاست ما يحتاج تكلم كيف رحت المكتب تضغط لثلاثينة تقدر تفصل بين الفولو اللي يتبعونك و المور فمثل ما نقول فصلينهم هنا أكثر نجي لحق الفيكس أو نجي لحق الأشياء اللي عدرتها أبل في هذه النسخة أول حاجة الواي فاي تذكرون الأرقام اللي تطلع الرموز هذه إذا كنت شابك عليها يتعطل عندك الواي فاي أو يوقف الحق فترة محددة الآن أبل عدرتها فلو تشبك عليها ما يطلع عندك ذي الشيء و برضو أبل ميوزيك الأشخاص اللي يستخدمون أبل ميوزيك و عندك مثلا بلاي لست أو قائمة تشغيل مثل ما نشوف القائمات تقدر الآن تسوي مشاركة القائمة نفسها تضيفها لحق الشخص أو ترسلها لحق الشخص كانت موجودة أول لكن ما تشتغل عدل فالآن القائمة التشغيل تقدر تسوي لها مشاركة لحق مع الشخص ثاني مثلا و برضو بما نتكلم عن الأبل ميوزيك بعض الأشخاص واجههم مشاكل في الدولبي آتموس أو اللوسلس إذا شبكوا مثلا الأيربوت سوبرو أو الأيربوت سماكس يقطع عندهم بعد خمسة أكرة ثانية كده يقطع بسبب الدولبي آتموس أو اللوسلس على حسب الغنية اللي يشقلها الآن عدلتها أبل في هذه النسخة والأشخاص اللي عندهم لايفونات 11 في مشاكل كانت إذا الأشخاص جاتهم رسالة أن يعدلون البطارية بأن أبل سوادي الحركة في لايفونات 11 تشييك على حالة البطارية وتقول لك مثلا لو بتغيرها أو شي تكلمنا عنهم في النسخة القديمة بعض الأشخاص إذا جاءت لهم هذه الرسالة وطفوا الجهاز تشغلوا تروح الرسالة فالآن أبل عدلتها في هذه النسخة جاءتك رسالة خلاص سيتم احتلطوا في جهاز وتشغلات تتمنى ذلك الرسالة بما أن الأيوز 14.7 مش بس على الآيفون برضو على الآيباد فالميزات تكلمت لكم عنه قبل شوي والتعدلات التي تكلمت لكم عنهم في الآيفون تنطبق على الآيباد برضو لكن هنا في الآيباد في شي تاني برضو أي شخص عند الآيبارات الجديدة اللي فيها يوس بي سي بعض الأشخاص يركبوا الدانجل هذا من يوس بي سي إلى 3.5 عشان مثلا يركبوا السماعات صوت سلكية تقطع الموسيقى عندهم وصولوهم سكب على موسيقى ثانية فالآن عدلتها أبل على الآيباد ووس 14.7 والأشياء الثانية كلها تعديلات سيكوريتي أمان أبل قالت أنه في أشياء عدلتها في السيكوريتي في أشياء مهمة إحنا ما نعرفها في ممكن اختراغات في أشياء في السيكوريتي في النظام كامل في بعض البرامج أبل عدلتها هنا في ثقرات عدلتها أبل كبطارية بالنسبة لي ممتازة جدا أنا ما استخدمت الايو اس 14.7 على الآيفون لأنني قاعد أستخدم الايو اس 15 على الآيفون هذا اللي قاعد نسجل لكم من لكن كسوفتير قاعد أستخدم الايو اس 14.7 على الآيباد آيباد إير كبطارية ممتازة جدا جدا ممتازة فأنصح كل شخص يحول لها كثيرا أمس إذا استخدمت القرآن وachenلت وامس العشر ساعة واقعيق ثلاثة الايام ساعة مسكر الشاشه put back ground pół min 50 دقيقة أستخدمها كقراءة واليوم السابقة هذه الفيديو سيستخدمت 17 دقيقة ل PAWIS 7 دقيقة لسال القراءة وأمس و forte 14 دقيقة لصيتها وإلى الآن ما تبداً في ثلاثة أيام ف Pot tank co 2 king f��ave 1 شحن ما تبداٌ إلى الآن كثيرا يتم تبداً ممتازة ايام أنصح كل شخص يحول لها لو بنتكلم عن أداء كأنتوتو أو جيك بنش بدل ما نشوف النسخ اللي راحت التجربية مع النسخ النهائية في الأنتوتو والجيك بنش ممتازين جداً ففي نهاية الفيديو أنصح كل شخص يحمل iOS 14.7 خصوصاً لأشخاص اللي عندهم أيفونات 12 راح يشترون الميكسي في باتري باك فممتاز جداً خلاص على آخر نسخة iOS 14 ما بقلع على شهر وشوي وينزل على لندن iOS 15 على نص سبتمبر تغريباً هذه آخر نسخة وأفضل نسخة ونودع فيها لأيوز 14 مشاكل وكلش على هذه النسخة إن شاء الله يمكن قبل تنزل نسخة ثاني منذ يصير في شيء وتنزل iOS 14.7.1 عادي في ناتي بديو تنسون واشتراك بالغناء واشتراك بحساب بسنابتشات شراء وضبطكم وعمل ليك المكتاب لأشان المكتاب لأتنسون وبدعاكم والسلام عليكم